بدأت محافظة القاهرة أعمال نقل سكان منطقة السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة الملاصقة لصور مجرى العيون بمصر القديمة إلى مساكن الخيالة التي أقمتها الدولة بديلاً للمناطق غير الآمنة وأكد محافظ القاهرة أن أعمال نقل سكان المنطقة تأتي في إطار خطة الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة بالعاصمة مشيراً إلى نقل حوالي 1650 أسرى إلى وحدات سكنية جديدة بمساكن الخيالة المؤثثة والمزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم